مع عفيف الغربي. تحية كبيرة لكم فين ما كنتوا تسمعوا فينا وكملين في ويكاند آآ على كيف نسلموا على الناس اللي في ديارة قاعدين مزلوا يعملوا في قيوة زعمتها وفهم الناس تصبح رقدا شوية اللي ما خدموش نهر السبت واللي يخدموا ربي عينهم واللي في الطريق ربي يقضي شوركم والناس سابوا فينا على الشين يوتيوب متاعنا آآ ديوانا فهم اللايف نسلموا عليهم ديف مرحبه علي عبدالله هشمي عزيز عشور ستيفان نيفر جيفاب بن معاد سونيا شويشي نبيها آآ سعيد سعيد آآ بسمة وورفلي سيني آآ قلي صوفيان جدي غزي عبدالطيف آآ فهد مرحبه خزري آآ رشيدة مريم المعروفة عواطف حمدي برو آآ تون مرحبه أبو يمن من اليمن أهلا وسهلا بيك وأهلا باليمن آآ صالح الصباحي مرحبه بيك مريم اجلاشي ورفيع آآ حديد آآ هايثم الغزي زيدا نسلموا عليه آآ تحية لكم الناس ولكل وبتبيعة ما ننسيش اننا الدورة نيدرة اترا بالشي اللي تتبع فينا آآ آآ بيش نرجع تاوا بيش نحكيو على موضوع نعرف بيش يعجبكم برشا برشا ولكن احنا عادة الفقرة هذي رانا نحكيو فيها على الاتصال السياسي وبرمجنا بيش نحكيو على الاتصال السياسي آآ وزير الشؤون الدينية السيبق قبل اقالتو دون قلنا نخليوها ما هي مرمجا ما نقبل خاطر بصفة عامة هو الفقرة هذي لي آآ بيش نوصلو لكم ثقافة الاتصال السياسي آآ خاطرها اختصاص راو أبار دونك خلينا آآ بذي شنو اللي بيش نحكيو فيه آآ شنو اللي آآ كفيش كانت الكمميكاسيون بوليتيك عند آآ وزير الشؤون الدينية آآ المقال صانفيلتر صانفيلتر اذن كما قلت عفاف بيش نرجعو لي الاسبوع اللي فات الاسبوع كامل كان حافل بي اسور وكان حافل بي كل ما هو عنده علاقة بالحج وعنده علاقة بي وزارة شؤون الدينية تواصل كل قاعدين يتبعوا فما قاعدة ذهبية تقول هذا إذا كان فما استراتيجية للكوم وفما استراتيجية للاتصال إذا كان تكثر منها فإنه تقتل العملية الاتصالية فما بالك إذا كان ما فماش استراتيجية اتصالية إذا كان الاستراتيجية هذية قايمة فقط على أسور راو بالنسبة لأي مسؤول كان في أي وزارة أو في أي مؤسسة أو في أي حاجة أنه تهبط التصور بطريقة وكأنه معناها على الانستجرام أو بتاريخ خليني نتفعل معاك شوية عميل حسب ما نذكر حسب ما نتذكر أنا مريتش حتى مسؤول وحتى وزير في السنين اللي فتت الكل هبط الكمل هي المتصور متاعه هو شخصيا معناه صحيح هون يراه وين أحنا كي نحكيه ما هو شوش التليفون قاعد يهبط فما فريق قاعد يهبط معناه بطبيعة بطبيعة هذا أما مش معناها اللي يهبط هو ما في بلوش بيه طبعا بطبيعة بطبيعة بموافقته بموافقته هو لأنه هو قاعد يتصور قاعد يقوم بحركات اللي هو قاعد يتصور مع الناس وقاعد يقدم فيه الجاست اللي انتبعوهم الكل أنه هو اللي بصورة متاعه الذاتية ما هوش لاهي أو لو أنه يحب يبين اللي هو لاهي بالحجاجة لكن في العكس هو اللي يظهر لنا أنه الوزير لاهي بصورته الذاتية دونك الصورة الذاتية هذية راوقت اللي تتلهابها برشا راو تتحرق يعني حتى رؤسي مارينة هوم شاب تتصورهم بالطريقة ذاتية معناها كيمشي اليفن ما ولا يبدأ في عنده اكتيفيتي ولا حتى نشاط رئاسي اي حتى في نشاط رئاسي مارينيش اوتوندو فوتو معناها تلقى ثلاثة اربعة تصور متاع الرئيس مثلا والباقي متاع الحدث متاع العبيد متاع البلاسة اللي هو فيها ولكن هذية تصور بكل Giant Blade 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 لوجهين ما شوفنا هايو المات śmهات поб متاع السور عندك عرقام عندي البوم فيه سبعة الإلبوم فيه تسعة ٪٩ تصويرة إلبوم فيه ١٢٧ تصويرة الإلبوم فيه ١٤٤ تصويرة الإ� rond فيه ١٨١ تصويرة الإلبوم فيه ١٨٨ تصويرة الإلبوم فيه ١٨٨ تصويرة إلبوم فه ١٨٨ تصويرة تنجم وتتدخلوا للوح مع العلم انه ما بعض الاقالة فما برش تصور تنحاؤه كانوا موجودين وتنحاؤه masters من وزارة شؤون من الصفحة الرسمية لوزارة شؤون الدينية لهنا فيما حاجة اخرى زادة مهمة برشة عفاف انه فما ازمة الازمة هذية قاعدين التوانسة عايشينها بالنسبة للحجاج واذا كان فما ازمة لابد باش نعترفوا بالازمة هذية ونحاولوا اتصاليا انه نقوموا تكون عنا ادوات لاتصال الازمات باش نطمنوا الناس اللي شوفناه في وزارة شؤون الدينية هو العكس تماما ورد هذا حرفيا شنوه يقالوا معناها في مقال هابط بوزارة شؤون الدينية مع السور الخاصة لسيد وزير شؤون الدينية يقول تعمل الوزارة في صبر وصمت وصمود ولا تكترثوا بالخراسين شنوه الخراسين الخراسين هم الكذابين نكتبوا الناس كل الخراسين هم الناس اللي يكتبوا ويقوموا بث الإشعات يعني لهنا حتى الاعتراف بالازمة انتي عندك تسعة ورابعين حاج متوفين عندك ناس ضائعة انك يزمك تعترف بالازمة هذية حاجة ثانية كان من الاجدر ومن يعني اتقيا اذا كان النجم نقوله بالنسبة لي اخلاقيا انو وزارة شؤون الدينية تهبط اسماء الحجاج اللي توفاوا وتتنع الاهليهم مش انهبط وزير وهو يبتسم ويضحك ويقوم يبتسم ويضحك ويحتفل يحتفل يحتفل ويزيد يمشي ياخذ جيزة معناها الليميت كأنه استفزاز كأنه استفزاز وبعد في الاخر بالكل شفنا وانه يقر بوجود تقصير من البعثة الرسمية ويرفض التفريط في يرفض التفريط في جزء من الحج الى الخواص معناها في الاخر اقر 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 في هذا النهار الصباح وقتها اقر بهذا ثم بعد ساعة من اقرار بعد ساعة من اقراره بذلك فتمت الاقالة امتاعه سيد الوزير انا نقول اغازمان وانه وفهم وزارة الشؤون الخارجية لانه المعلومة في الاخر الرسمية اللي قعد يستنى فيها التونسي جيتنا من وزارة الشؤون الخارجية ما جيتش من وزارة شؤون ديناي هذا هو وزارة شؤون الخارجية خدمة خدمة ممتازة جدا لانها في كل ساعة وفي كل حين تحين القائمة متاع الناس اللي توفاوا تحين حتى بناء الناس اللي ضعوا وقعدت هي المصدر الرسمي للمعلومة بالنسبة للتونسة اللي كان من الضروري اللي هي تكون الصفحة الرسمية لوزارة شؤون الدينية لانهم موجودين على عين المكان انت موجود كوزير الغادي موجود معاك مرافقين موجود معاك الناس اللي هي بالاتصال لانه على ما يبدو انه المكتب الاتصالي بكله موجود مع سيد الوزير لانه مش كان المصورين برك فما الريدكسيون فما التصوير وهذا الكل موجود مع سيد الوزير فكان من الأجدى والأجدر والأحرى انه أولا نحترموا مشاعر الناس انه نحترموا شنو اللي قاعد يصير نعترفوا بالأزمة اللي موجودة ثم نقدم المعلومة روقت اللي تقدم المعلومة ما فماش يبدأ فم التشويش وانتي في حد ذلك في حد ذاتك معاش تحكي على التشويش ومعاش تحكي على إشعات لأنك انتي اللي قدمت المعلومة للأسف الشديد الصورة أحرقت السيدة الوزير الصورة 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 أحرقته أكثر من اللي هي لاينا كل اللي يحرقه هو حتى هذا موجود والله يحب تمتين الف تصوير أما عطيني سوغلو تيغان الخدمة وعطيني الاعتناء بالحجيج وعطيني المعلومة الصحيحة فهمت لكن هذا كل مسارش كما قلنا وعنه كما التوينسة يطالبوا بالمحاسبة يطالبوا بتحقيق باش كل حد يتحمل مسؤوليته ما يتحملش زيدا هو وحده وحده مسؤولية فهمة فاريق كيمل اللي معاه هو وفد كيمل اللي معاه لكل واحد يتحمل المسؤولية اللي على عاطقه والله أنا في اللوة ريت البابليكاسيون متاع فوق المئة من التصوير في بالي غلطة معناها أكا سيلكسيوني دوسية ويطور تصور قلت أدمين جديد ما زال مش مستعين سواء للبيسي جديد عليه يوهت في عصقها أما طهبت فوق المئة تصويره وفوق الخمسين تصويره أكثر من مرة بخلافة أنه وسعت بالي أنا فما واحد ما ليزالبو مش الكل بصراحة مش تصور الكل بهين فما تصور ما همش مكادرين ما يلزمهم يلزمهم ميتينج حس يوضي سبوا تصور في البيسي سبوا يحبت فيه مشيش مليموار يحط لكارتة ويحبت الكل مشيرة أخرى والله يتوا زيارة رئيس الجمهورية للصين وأهميتها وكبرى ووقتها معناها شوفوا أربعة خمسة تصور فيديو قصيرة وطهبت هكاكة معناها ذيكا هي القوم ورحي اللي نور معناها ما فيهمش علم جديد ما نعرش علاش وشنو سبب القرار والله بش تقعد معناها سوئل شنو سبب القرار متاع هاي سيد الوزير نهبتوا مياد تصويرها طوكي نهبتوا للحج قلوا براي هبت البوم 120 160 شكون اللي خذي القرار هذي كيفاش توافق عليه بخلاف الاغلاط الكل أنا مركز في هذي شكون اللي توافق عليه ما فما حد يعرف سيد الوزير السابق هز التليفون وقالوا يا فلان لفلان يا سيد الوزير علاش تهبتوا في تصورك ما عندوا حد حتى من صحابه حتى من العباد اللي في السلوزارة قالوا وراه هذي الطريقة غادة مستفزة هكيكة معنا نسكوا لاغلاط ونسكوا لصفقوا هو يعمل وانا فريق كامل يعمل هكي والعباد موت والعباد ضايع في الحجرة نخجو موزيكا وراجعين هذي خذيه اكثر من وقت والموضوع ناس ما هو شوي موزيكا ونرجو لكم بعد اخبار تسعة بعد اخبار التسعة بشيكون عن حوار حصري مع السيدة جولي المستشار جيهوية في الجبهة الشعبية الجديدة في فرنسا بشتحكيوا معها على هال المتكون الجديد وبرشة النقاط ان شاء الله بشتكون في حوار حصري على ديوان بعد الاخبار خليكم معنا في الاستماع على غطر احلى ناس ناس الديوان